السلام عليكم معكم علي أهلا وسهلا بكم بدرس جديد إذا كنت أول مرة تشاهد القناة لا تنسى الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكوا كل جديد نتكلم في هذا الفيديو عن استخدام OF باللغة الإنجليزية تكلمنا في فيديو سابق عن استخدام أباستروفي S يعني نسميها S الملكية أيضا ممكن أن أكتب شخص يملك شيء ما أيضا باستخدام OF لكن أباستروفي S نستخدم مع people الناس animals الحيوانات periods periods of time أيضا الفترات الزمانية ممكن نستخدم أباستروفي S تكلمنا عنها بشكل مفصل نأخذ بعض الأمثلة الآن OF نستخدم مع things مع الأشياء أيضا مع feelings المشاعر أيضا places نستخدم OF مثلا نريد أن نقول سيارة أحمد تعلمنا هذا قبل عدنا نضع أحمد ونضع سيارة فقط نضع أباستروفي S أحمد أحمد كار إذن سيارة أحمد أيضا حقائب الأولاد the children إذن أولاد bags حقائب فقط نضع أباستروفي S the children's bags مثلا أزواج الزوجات نعرف wives زوجات husband أزواج هذه الحالة في عدن أسة جمع فقط نضع أباستروفي لا نضع أباستروفي S فقط أباستروفي بعد الأسة جمع تصبح wives husband هذا الحالة تكلمنا عنها فيديو مفصل اللي حيب يرجع عليه موجود على القناة لكن إذن لاحظ هذا استخدمناها مع الإنسان ممكن أيضا مع الحيوان مع الفترات الزمانية مثلا نقول the cows neck يعني عنق البقرة إذن عنق البقرة وضعنا cow مثل أحمد عدنا car neck فقط وضعنا أباستروفي S أحمد's car سيارة أحمد the cow's neck عنق البقرة أيضا ينسميها أسة الملكية تكلمنا كثيرا عنها مع الأشياء والمشاعر والأماكن نستخدم of بدلا عن أباستروفي S مثلا نريد أن نقول نتيجة الامتحان اللحظة هذا شيء ممكن شخصي يعرف كلمة نتيجة result يعرف امتحان test exam يريد أن نقول نتيجة الامتحان يكتب نتيجة the result نتيجة يكتب امتحان exam أو عدنا test the result exam هذا خطأ نتيجة الامتحان مثل عندنا مضاف إليه باللغة العربية نسميه مضاف إليه the result of the exam لاحظ the result of the exam نتيجة الامتحان النتيجة مضاف المين للامتحان باللغة العربية اللي يريد يعرف ماذا يعني the result of the exam هي بمثالة المضاف إليه باللغة الإنجليزية the result of the exam إذن هذه مضاف إليه باللغة العربية ممكن شخص يقول إحنا ندرس لغة إنجليزية لما نتكلم المضاف إليه وحرف جر لكي تميز لكي تعرف ماذا تعني of the result of the exam دائما تشوفوها of لكن ما عرف ماذا تعني إذن هي من ثابة المضاف إليه نتيجة الامتحان لو قلنا بس نتيجة result إذا كان يجعلها معرفة يجب أن نستخدم of بمثالة المضاف إليه the result of the exam إذن نتيجة الامتحان هذا صارت معرفة بالأول قلنا فقط نتيجة نتيجة ماذا الامتحان هنا تصبح معرفة لاعب الفريق إذن a player of the team نعرف لاعب player فريق team لاعب الفريق صارت معرفة نستخدم of a player of the team أو نريد أن نقول اللاعب هذا معروف the player of the team a player of the team الأولى تعني أي لاعب من الفريق a player of the team يعني any player أي لعب لكن the player of the team أقصد به لاعب محدد عشان تعرف متى أستخدم a player أو the player نفس الشي إذا قلنا a result of the exam يعني نتيجة الامتحان ممكن any result أي نتيجة لأي أحد the result أقصد بها النتيجة نتيجة معينة نفس الكلام الذي استخدمنا a player أو the player a دائما a تعني any يعني أي عندما أقول لك open a door افتح باب ماذا يعني يعني open any door افتح أي باب عندما أقول لك open the door افتح الباب أقصد بي باب معين يعني الغرفة لها باب واحد وأطلب منك أن تفتحه بينما open a door افتح باب ماذا يعني الغرفة فيها بابين ممكن ثلاثة أربعة خمسة اللي هو لكن أكثر من واحد بالتالي أقول لك open a door افتح باب اقصد بي افتح أي باب عندك أي باب تفتحه خلاص أنت نفذت المهمة عندما أقول لك open the door أقصد بي ممكن باب أنا وياك اتفقنا عليه أو أنه في الغرفة فقط باب واحد نريد أن نقول كأس ما نعرف كلمة كأس اقصد بي واتر واتر اذا ما ممكن الار ما تلفظها واتر اقصد بي اقصد بي بهذا الحال نستخدم اف مضاف الي كأس اذا قلنا فقط كأس كأس ماذا كأس ما عند اذن نضيف اف هذه مضاف الي كما قلنا تضاف للاسم لتصبح معرفة a glass of water مثلا I want a glass of water مثلا فنجان شاي نعرف كلمة نعرف a cup فنجان شاي تي فنجان ماذا فنجان شاي معنا نقول a cup of تي اذا I drink a cup of تي everyday أو in the morning إذن نقول I drink a cup of tea in the morning في الصباح I drink a cup of tea in the morning إذن أشرب فنجان شي في الصباح the result of the exam a player of the team a glass of water I drink a cup of tea in the morning الكثير يخطى عند استخدام of أوعدنا بصرفة s لحظة هذا الجملة the leg of the table is broken يعني ساق الطاولة مكسور لاحظ الطاولة شي عند إذن استخدم of ساق الطاولة كما قلنا بالأمثلة السابقة عندنا ساق leg طاولة table the leg of the table ساق الطاولة يعني مضاف إلى الطاولة is broken يعني مكسور لا نستطيع أن نقول the table's leg is broken نستخدم apostrophe s يعني نضع the table apostrophe مثل أحمد's car هذا خطأ لماذا؟ لأنه شي لأن نستخدم apostrophe نستخدم of we had one week's holiday إذن حصلنا على أسبوع أو إجازة أسبوع نلاحظ one week's holiday فترة زمنية نستخدم apostrophe s لا نستطيع أن نقول we had a holiday of one week إذن هذا خطأ لماذا؟ لأن فترات الزمنية كما قلنا نستخدم بصرف s أيضا the front door of the house is green الباب الأمامي للمنزل يكون أخضر لونه أخضر لاحظ the front door of the house لاحظ نفس كأنه باب المنزل the door of the house لكن نقول الباب الأمامي the front door of the house نفس الطريقة is green لاحظ the house is front door is green بدأنا من عند house وضعنا بصرف s وضعنا the front door هذا خطأ لماذا؟ لأن الشيء مع الأشياء كما نقول نستخدم of إذن دائم مع الأشياء والأماكن والمشاعر والنباتات نستخدم of مع الحيوانات مع الفترات الزمنية مع الإنسان نستخدم أباستروفي s نريد أن أقول مفتاح السيارة الأصفر مفتاح السيارة الصفراء نعرف مفتاح key سيارة car أصفر yellow نعرف مفتاح a key كمان قلنا سيارة car إذا وضعنا a key of the car مفتاح السيارة لكن يريد أن أقول مفتاح السيارة الأصفر يعني مفتاح الأصفر للسيارة بهذا الحال the yellow key لاحظ the yellow key of the car مفتاح السيارة الأصفر أو المفتاح الأصفر للسيارة نريد أن نقول مفتاح السيارة الصفراء معتها أصبح بالحال الأولى المفتاح هو الأصفر بالحال الثانية السيارة هي الصفراء معتها نقول the key of السيارة السيارة الصفراء the yellow car تصبح the key of the yellow car مفتاح السيارة الصفراء بين الحالة هذه المفتاح الأصفر للسيارة أو مفتاح السيارة الأصفر يعني مش أن نعرف الصفة لكي لا تربكنا الصفة خلص بعرف هي للجزء الأول أم للجزء الثاني من خلال الموقف الذي أكون فيه هذا الشكل أنهينا درسنا لهذا اليوم تكلمنا فيه عن الفرق بين of و بسترو في اس بحالة الملكية of بحالة المضاف إليه لنقول أن شيء مضاف إلى شيء آخر لأصبح معرفة أتمنى قدمت شيء الفائدة إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ووضع لايك الفيديو ليصلكم كل جديد دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته